في بقى أسماء ترددت أن الزمالك هيوقع معهم أو وقع معهم الحقيقة أنا هنا كقناة زمالك مش هقول إلا الخبر الرسمي مش هطلع أقول اسم حتى ولو أنا مطمئن ومتأكد أنه وقع مش هقول اسمه أبداً هنا إحنا لا بقولش أن الأمر الرسمي الذي يخرج من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مبتدى منصور مش هطلع أقولك أنه إذا يتعقد معسين حتى ولا على يقين إلا بعد ما يبقى أمر رسمي فالأسامي اللي متدولة في الإعلام والمدخلات للعيبة اللي بتدخل تتكلم دي حاجة تخصهم هم ما تخصنيش ما تخصش قناة الزمالك إحنا يخصنا أنه قناة الزمالك بتقول الأخبار الرسمية السليمة تمام؟ لكن لكن وهذا لا ينفي ما قبله كل التدعمات اللي إدارة الزمالك أو مجلس دارة الزياج باسة المستشار المرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف على الكرة وكابتن جمال عب حميد وكابتن اسمائي اليوسف مسؤولين الملف الكروي كل دول بيفكروا في أن يبقى عندك قيمة كاملة متكملة عناصرها كاملة الخبرات والمهارات عشان الهدف الأول والرقم واحد لنادي الزمالكي الموسم الجديد هي بطولة دوري أبطال إفريقيا العناصر اللي هتتضم يبقى عندها خبرات وأفكارها كلها في إفريقيا جمهور الزمالك إدارة الزمالك لعبت الزمالك اللي هيبقى موجود الموسم الجديد مش بقى أنك تنسى الدوري لا بس تركيزك على إفريقيا أن يعود الزمالك إلى منصات دوري أبطال إفريقيا الزمالك في 2019 ورجع للمنصات الإفريقية بالكلفدرالية وفي عشرين رأخدوا السوبر الإفريقي فإحنا كنا نتمنى في عشرين عشرين ناخد دوري أبطال إفريقيا لكن للأسف يعني الحظ ما كانتش معانا وخرجنا في الموسمين اللي فاتوا اللي هو الموسم الحالي والموسم قبل كده في الموسم الجديد تارجت وهدف الكل يسعى إليه التدعمات أساسها ده غرضها ده لأنه مجلس دارة الزمالك عاوز ياخد بطولة إفريقيا ويوصل كاس العالم للأمدية عشان كده العناصر اللي هتنبه موجودة عناصر كفء ومهرية وعلى أعلى مستوى ممكن تتصوره سواء اللعيبة المنضمة من الدور المصري أو من خارج الدور المصري كن على يقين من هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر